انت بتلعب فريق جاي عنده طموح عنده لعيبة مميزة فرجنا عليه احنا اتفرجنا عليه الماتش الاخير اللي هو خسر من شباب الوزداد في الجزائر 3-0 هو اقدم وبرك ويس على فكرة هو بس عنده اخطاء دفاعية كارثية انما هو في المستوى الهجومي لا فريق كويس جدا عنده سرعات عنده لعيبة قدام عنده حلول عنده لعيبة بتسدد عنده شخصية على ملعبه وحماسي جدا وزي ما بنقول كده احنا بداية المباراة بتاعتنا النهاردة هي اللي هتحدد لازم البداية تكون قوية جدا 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 ما يكونش هو البداية بتاعته قامني النهاردة لازم تكون بداية النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله اقوى من يونج افريكانز هو فريق حماسي فريق اكيد عنده نقاط قوة ونقاط ضعف انا منوجة نظري على الماتشين 3 اللي انا شفتهم له نقاط القوة بتتمثل في الجزء الامامي عنده نقاط ضعف الطيل في الجزء الخالفي هو مميز جدا في الجزء الامامي ولكن عنده كمان الرد ضعيف جدا في الجزء الخالفي عنده مساحة كتير جدا ممكن يتلعب فيها ممكن تعمل هجمات مرتدة سريعة للنادي الاهلي النهاردة لنقافل نصف ملعبنا كويس البداية بتاعتنا لازم تكون قوية اكيد ميستر كولر يعني اتكلم في الموضوع دوتو ودرس الفريق كويس قوي وعارف حيلعبه ازاي النهاردة انا عجبني ميستر كولر برح في المؤتمر الصحفي قال احنا عايزين نعمل نتيجة ايجابية خلينا برضو نتكلم بعقلانية شوية في حيطة النتيجة الايجابية اكيد النتيجة الايجابية لما نقعد نتكلم على الموضوع دوتو والايجابية بتقول ان احنا نكسب كويس حسب ظروف وسير المباراة نفترض ان المكسب مش قريب من دينا انا وجهة نظري اللي انا شايفه ان التعادل مش وحش في الظروف دي ليه بقى بعد مبارح ما شفنا نتيجة مباراة ميدياما وشباب بلوزداد وفوز ميدياما على نفس الملع ايه سوري في ميدياما في غانا اتنين واحد بقت الامور دلوقتي كده ان شاء الله ماشي في اتجاه او في سكة النادي الاهلي هتقول لي ازاي ماشي في سكة النادي الاهلي ماشي النهارده ان شاء الله نطلع بنتيجة ايجابية ومن وجهة نظري من وجهة نظري احنا ما بنلعبش على التعادل احنا بنلعب على المكسب ولكن لو جات لو ما جاتش الثلاث نقاط النتيجة الايجابية برضو بالنسبة النتيجة ايجابية انك تاخد نقطة لو خدت نقطة حتتربع منفردا على صدارة المجموعة على القمة بعد نتيجة ماتش مبارح وان شاء الله المكسب يكون من نصيبنا النهاردة وان شاء الله الخصارة تكون بعيدة عننا هنتربع على القمة منفردين زائد كمان عندك ميزة الماتش الجاي قبل ما تروح كاس العالم الأندية عندنا هنا في ملعبنا شباب بلوزداد المهم ان انت النهاردة تظهر بصورة كويسة من وجهة ناظري لو مجاش المكسب التعادل نتيجة تعتبر مسيئة في الظروف المحيطة لازم نحسبها التعادل نتيجة مسيئة لو مجاش المكسب اكيد طبعا مستر كولر طبعا عارف الكلام ده كله واتكلم مع اللعيبة وحضرهم زهنيا وحضرهم نفسنا ولوين هو بيعاني من الفترات ما بين الماتشات وبعدها قليلة جدا هو يمكن نتكلم الماتش اللي فات وقال اننا ما بلاقيش فترة عشان نرجع الاخطاء طبعا هتبقى معظمها نظرية معظمها نظرية حتى الكرات السابتة اللي هو اتكلم عليها واللي احنا بنعاني منها شوية منها الركنيات اللي بتجيلنا كتير جدا وما بنستفدش منها زي السنة اللي فادت برضو هتبقى المعالجة نظرية لكن لعبتنا كبارة ترجمة نانسي قنقر